موسيقى أهلا بكم في تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الدارية رافايل جراسي وجود مؤشرات إيجابية في المشاورات بين روسيا وأوكرانيا لإقامة منطقة أمنية حول محطة زابوريجيا من جهتها قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن الطريقة الوحيدة لضمان السلامة النووية وأمن المحطة هي إعادة سيطرة كييف عليها لا تزال محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية أزمة تؤرق الوكالة الدولية للطاقة الدرية لكن الجديد تم إعلانه على لسان المدير العام للوكالة رافايل جراسي الذي أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية في المشاورات مع كييف وموسكو لإقامة منطقة أمنية حول المحطة جروسي أوضح أن أوكرانيا وروسيا يجب أن تتفق على المبدأ البسيط للغاية بعدم مهاجمة المحطة أو الإغارة عليها ويجب الالتزام بعدم القيام بأي عمل عسكري يستهدف المحطة أو محيطها بدوره أفاد المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية بأن الطريقة الوحيدة لضمان السلامة النووية وأمن محطة زابوريجيا للطاقة هي إعادة سيطرة كييف على المحطة من جديد وأعلنت أوكرانيا بداية الأسبوع وقف المفاعل السادس والأخير الذي كان لا يزال يعمل في محطة زابوريجيا وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أوصت في تقرير نشر الأسبوع الماضي عقب إرسال بعثة إلى الموقع بإقامة منطقة محمية في محطة زابوريجيا وتعد المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي تسيطر عليها القوات الروسية منذ الرابع من مارسا هي الأكبر في أوروبا قد تعرضت لغارات كثيرة في الأسابيع الماضية وسط تبادل الاتهامات عن المسؤولية عنها بين موسكو وكييف أعلن الكراملين أنه لا تجري مناقشات بشأن إعلان تعبئة عامة لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقال المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف أن انتقاد قيادة البلاد ومطالبة البعض بالتعبئة دليل على التعددية لافتا إلى أن الروس يواصلون دعم الرئيس فلاديمير بوتين قال وزير الخارجية روسي سيرجي لافروف أن الحرب التي يشنها الغرب ضد روسيا منذ سنوات اكتسبت في الأونة الأخيرة طابعا غير مسبوقة خلال اجتماع لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية أكد لافروف أن أولوية الخارجية الروسية هي بناء علاقات مستدامة مع جميع شركاء الأجانب المهتمين على أساس من التعاون القائم على الاحترام المتبادل مستدامة مع جميع شركاء الأنم ترجمة نانسي قنقر